الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مبارح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي له مع وسائل الإعلام يتكلم عن اللقاء اللي جمعوا مع قادة الفكر والشخصيات العامة وقال رئيس الوزراء مثل هذه اللقاءات طبعا هدف منها نحن بنستمع لكل وجهات النظر اللي بتثار وكل شواغل الرأي العام بكل توجهاتها وأفكارها المختلفة والطبيعي منها بيختلف بفكارنا وبيبقى النقاش بمنتهى الشفافية وبيتم الرد على كل التساؤلات المختلفة طبعا الدكتور مصطفى مدبولي كمان أكد على أنهم هيتوسعوا في هذه اللقاءات الفترة القادمة وهيحاولوا يخلوا مثلا كل اللقاء يركز على قضية معينة وقال أن مثل هذه اللقاءات مهمة جدا لأنه يكون فيه أكتر من وسيلة للتواصل المجتمعي كل اللقامات بتتكلم بمنتهى الحرية وبتعرض كل وجهات النظر بما فيها ما يخالف الحكومة وهو ده الهدف من هذه النوعية من اللقاءات أن اللقاءات دي مش بتبقى يعني لقاء من طرف واحد بيلقي والطرف الثاني بيستمع بالعكس تماما هي الهدف من هذه اللقاءات أن احنا نستمع إلى كل وجهات النظر اللي بتصار وكل شواغل الرأي العام بمختلف توجهاتها وأفكارها واللي طبيعي أن بيبقى فيه منها اللي بيختلف مع توجه الحكومة ويبقى النقاش بمنتهى الشفافية والتوضيح لكل الأفكار والرد على كل التساؤلات اللي بتتم في هذا الشأن والحقيقة يمكن الحمد لله أنا يعني الرد الفعل اللي بعد هذا اللقاء كان بصفة عامة إيجابي جدا وده اللي بحيشجعنا إن شاء الله الفترة قادمة أن نتوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات ويمكن حنحاول أنها تبقى اللقاءات دي هتبقى بكل لقاء منها يركز على قضية أو شاغل واحد تحديدا علشان يبقى عندنا الفرصة أن يبقى تركزنا على هذه القضية في خلال الاجتماع ونستمع إلى أكبر حجم من الأفكار والأطروحات في هذا الشأن اللي عايز أطمن حضراتكم وطمن كل القامات اللي حضرت وشرفت بلقاءها المرة اللي فاتت أن كل ما أثير يعني تم كتابته وتم أغذي بيه كل الملاحظات وإن شاء الله بإذن الله يعني حنحاول أن نترجمه على طول لخطوات تنفيذية في هذا الأمر الأهم يمكن اللي استفدناه من هذا اللقاء أيضا هو ضرورة الاستمرار في أن يبقى هناك أكثر من قنال التواصل لأن يعني الموضوع برضو حتى المؤتمر الصحفي الإسبوعي ما بيبقاش كافي عشان يبقى كل طواقف وأطياف المجتمع تبقى عارفة وملمة باللي بتقوله الحكومة وإن اللي بيحصل فبالتالي يمكن محتاجين يبقى فيه تنوع أكثر لكل يعني أسليب التواصل المجتمعي ويمكن أنا وجهت زماي للسادة الوزراء أن يبقى فيه خروج أكثر وعرض أكثر يعني وجهات النظر والخطوات اللي بتقوم بيها الدولة والوزرات عشان يبقى المواطنين بقدر الإمكان ملمين بكل اللي بيحصل في هذا الشأن لكن مرة أخرى كل التقدير والاحترام للقامات الفكرية اللي شرفت بدقائها الأسبوع الماضي وإن شاء الله على وعد أن هذا الموضوع حيتكرر ويبقى فيه يعني تشرف لي أن أنا قابل عدد آخر من القامات في خلال الفترة القادمة